اشتركوا في القناة تنوين الاسم المقصور والمنقوص والممدود نشاهد اهداف درسنا لهذا اليوم اولا نستعيد معرفة الاسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة وايضا نتعرف على تنوين الاسم المقصور والمنقوص والممدود وكتابة كلمات مقصورة منونة واخرى منقوصة وممدودة في البداية نتذكر يا ابنائي ما هو الاسم المقصور والمنقوص والممدود نبدأ بالاسم المقصور هو اسم ينتهي بآلف قائمة على هذه الصورة أو على صورة يا دون نقطتين على هذه الصورة تسبقها فتحة إذن الاسم المنقوص أو المقصور عفوا اسم ينتهي بآلف قائمة هكذا أو على صورة يا دون نقطتين على هذه الصورة تسبقها فتحة مثل ماذا؟ ما منكم يعطيني اسم مقصور؟ نعم احسنتم مثل عصا أو فتاة أو غيرها ولكن أهم شيء أن يكون آخرها ألف ألف إما على صورة الألف القائمة هكذا أو على صورة الياء من دون نقاط نسميه الاسم المقصور الاسم المنقص اسم ينتهي بياء غير مشددة مكسور ما قبلها إذن الاسم المنقص هو اسم ينتهي بياء غير مشددة مكسور ما قبلها مثل ماذا؟ من يعطيني مثال الاسم المنقص؟ نعم أحسنتم قاضي وداعي وغيرها من الأسماء التي تنتهي بياء ياء تسبقها كسرة الاسم الممدود اسم ينتهي بألف بعدها همزة الاسم الممدود ما هو؟ هو اسم ينتهي بألف بعدها همزة مثل ماذا؟ نعم أحسنتم مثل سماء وبناء وغيرها أهم شيء يكون آخرها ألف وهمزة أحسنتم ألاحظ هنا يا أبنائي ألاحظ تنوين الأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة في الجدوال التالي نشاهد الجدوال التالي الاسم المقصور في حالة الرفع سكن فتى لطيف بقربنا سكن فتى لطيف بقربنا نشاهد الكلمة الملونة باللون الأحمر هنا سكن فتى هنا في حالة الرفع لأن الذي سكن هو الفتى إذن هو فاعد فبالتأكيد هو مرفوع نشاهد ما هي الحركة التي ظهرت عليه كيف ننوين الفتى نعم بتنوين الفتح فتى نشاهد هنا فتى بتنوين الفتى وفي حالة النصب زرنا مستشفى للأطفال زرنا مستشفى للأطفال في حالة النصب نعم احسنتم إذن تنوين الفتح تنوين الفتح أيضا وحالة الجر رحلت إلى مبنى جديد هنا سبق حرف جر إذن مبنى اسم مجرور مبنى أيضا نعم أيضا نوين بالفتح إذن الاسم المقصور كيف ينون في حالة الرفع والنصب الجر نعم احسنتم نشاهد الاسم المنقوص أبي راض عني أبي راض عني ها ما رأيكم كيف كتب الاسم المنقوص هنا هل هناك حرف محذوف نعم احسنتم الياء حرف محذوف إذن حذف الياء ووضعنا التنوين بالكسر على الحرف الذي قبل الياء راض عني مع حذ الياء هذا في حالة الرفع في حالة النصب قابل شرطي مشتكيا قابل شرطي مشتكيا ها هنا مشتكيا في حال النصب كيف وضع التنوين نعم وضع هنا على الياء قبل الألف احسنتم حالة الجر لا تقبل كلمة من واش لا تقبل كلمة من واش ها ما رأيكم في واش هنا في حالة الجر نعم هل هناك حرف محذوف نعم احسنتم الياء حرف محذوف أصلها أصل الكلمة واش في حالة تنوين في حالة الجر قلنا واش حذفنا الياء وعوضناها بتنوين الكسر ووضعناها على الحرف الذي قبل الياء الذي هو الشين واش احسنتم الاسم الممدود نشاهد هنا في حالة الرفع بناء جديد يعني ايجارا مرتفعا بناء جديد يعني ايجارا مرتفعا نشاهد هنا بناء هنا جاء في حالة الرفع مبتدى بناء جديد ما هو التنوين نعم احسنتم تنوين الضم اشترى حسين دواء لوالده اشترى حسين دواء لوالده دواء ما هو التنوين نعم احسنتم تنوين الفتح في حالة النصب في حالة الجر رفع الابن كفيه بدعاء ان احسنتم بدعاء مؤثر لوالديه اذا التنوين هنا جاء في حالة الجر نعم بالكسر اذا في الاسم الممدود في حالة الرفع بالضم وفي حالة النصب بالفتحة وفي حالة الجر بالكسر كلها نوين هنا بالرفع بالضم وهنا بالفتحة وهنا نوين بالكسر احسنتم نشاهد الاسئلة هنا للمناقشة لزم الاسم المقصور تنوينا واحدا في حالات الاعراب الثلاثة فما هو وما موضعه ها ما رأيكم الاسم المقصور الذي اخره الاف مقصورة سواء كانت على شكل الالف او على شكل اليام من دون نقط لازم تنوينا واحدا ها ما هو التنوين نعم احسنتم لازم تنوين الفتح وموضعه على الحارف ما قبل الاخير اذا هو لازم تنوين الفتح كما قلنا في فتن والمستشفى كلها لازمت تنوين الفتح وموضعه على الحارف ما قبل الاخير كيف نوين الاسم المنقوص في حالات الرفع والنصب والجر وما الذي حذف منه ها من يتذكر كيف نوين الاسم المنقوص في حالات الرفع والنصب والجر وما الذي حذف منه نعم أحسنتم في حالة الرفع والجر نونا بماذا بكسرتين محاذ في الياء إذن في حالة الرفع والجر نونا بكسرتين محاذ حرف الياء وفي حالة النصب نونا بفتحتين قبل حرف الآلف أحسنتم كيف نونا الاسم الممدود في حالات الرفع والنصب والجر نعم أحسنتم نونا بضمتين على الهمزة في حال الرفع وبفتحتين في حال النصب وبكسرتين في حال الجر أحسنتم بارك الله فيكم إذن نستنتج هنا ينون الاسم المقصور بفتحتين قبل الألف في حالات الرفع والنصب والجر مثل عصى أو فتى نشاهد هنا في حالة الرفع فتى أي بالفتح وفي حالة النصب مستشفى بالفتح وفي حالة الجر مبنى كلها نونا بالفتح في الحالات الثلاث والاسم المنقوص هنا ينون الاسم المنقوص بكسرتين في آخره بعد حذف الياء في حالتي الرفع والجر قاضي نشاهد هنا في حالة الرفع راض حذفنا الياء ونوننا بكسرتين في حالة الرفع وفي حالة الجر أيضا حذفنا الياء ونوننا بكسرتين وبفتحتين قبل الألف في حالة النصب قاضيا مثل مشتكيا هنا في الأمثلة نوننا بفتحتين قبل الألف إحسنتم بارك الله فيكم وفي الاسم الممدود تنون همزة الاسم الممدود بضمتين في حالة الرفع سماء ومثل هنا بالأمثلة بناء وبفتحتين في حالة النصب مثل سماء وبكسرتين في حالة الجر سماء هنا نشاهد بالأمثلة بناء في حالة الرفع ودواء بالفتح في حالة النصب وفي حالة الجر بدعاء أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا هذا التمرين أضع في المكان الخالي اسما مقصورا أو منقوصا أو ممدودا ثم أضبطه بالشكل التام أضعه في المكان الخالي اسما مقصورا أو منقوصا أو ممدودا ثم أضبطه بالشكل التام نشاهد رقم واحد إن هذا الطالب فراغ كل الرضا عما قام به إن هذا الطالب فراغ كل الرضا عما قام به إذن ما هي الكلمة المناسبة هنا إن هذا الطالب ماذا به؟ نعم أحسنتم كيف نكتبها؟ راض نعم راض نحذف الياء نحذف الياء فنقول إن هذا الطالب راض كل الرضا عما قام به أحسنتم لا يقبل إلا من كان فراغ للشروط لا يقبل إلا من كان فراغ للشروط ما الكلمة المناسبة هنا في الفراغ؟ إلا من كان ماذا؟ نعم أحسنتم مستوفيا كيف نكتبها مستوفيا؟ نعم أحسنتم نضع الفتحتين قبل الألف في الإسم المنقوص أحسنتم ثلاثة بكى الطفل على فراق أمه فراغ مريرا بكى الطفل على فراق أمه فراغ مريرا كيف نكتبها؟ نعم أحسنتم بكى الطفل على فراق أمه بكاء نعم بكاء مريرا أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد التدريب الختامي هنا أصلوا الإسم المنون الملون بالحالة المناسبة له إذن أصلوا الإسم المنون الملون بالحالة المناسبة له نشاهد المثال الأول خرج راع منذ الفجر خرج راع منذ الفجر لدينا ثلاث حالات إما حالة النصب أو حالة الجر أو حالة الرفع ما رأيكم؟ من الذي خرج هنا في الجملة؟ إذن راع هنا فاعل والفاعل حكمه الرفع حسنتم إذن نقول خرج راع منذ الفجر حالة الرفع سمعتم ناديا يدعو إلى الخير سمعتم مناديا يدعو إلى الخير أنت سمعت إذن أنت الفاعل مناديا مسموع إذن هو نعم أحسنتم إذن ماذا نقول؟ في حالات النصب في حالات النصب إن خالدا فتى شريف إن خالدا فتى شريف ما رأيكم؟ هل هنا في حالة الرفع أو النصب؟ أو الجر؟ خبر إن من يتذكر؟ خبر إن ماذا يكون؟ إن تنصب المبتدى؟ نعم أحسنتم وترفع الخبر إذن نقول في حالات الرفع هذه أسرة تتميز بصفاء في تواصلها هذه أسرة تتميز بصفاء في تواصلها بصفاء في حالة ماذا؟ الباح حرف جر نعم أحسنتم؟ إذن اسم مجرور إذن هو في حالات الجر أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم تنوين الإسم المنقوص ينون بكسرتين في آخره بعد حذف الياء في حالتي الرفع والجر وبفتحتين قبل الألف في حالات النصب الإسم المقصور ينون بفتحتين قبل الألف في حالات الرفع والنصب والجر إذن الإسم المقصور ينون بفتحتين قبل الألف في حالة الرفع والنصب والجر والممدود فتنون همزة الإسم الممدود بضمتين فوقها في حالة الرفع وبفتحتين في حالة النصر وبكسرتين في حالة الجر وإلى هنا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آملوا أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة